مباراة الاهلي وبيراميدز بعد نجاح تجربة الحكام الأجانب في مباراة الزمالك هتكون بحكام أجانب واتحاد الكرة بدأ فعلا مخاطبة أكتر من دولة أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لهذه المباراة اللي هتكون في دور 16 من كأس مصر عن الموسم الماضي المحدد لها إن شاء الله يوم 26 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي اتحاد الكرة خاطب زي ما قلت لكم أكتر من دولة وغالبا هتبقى من الدوليات الخمس الكبرى برضو يعني أسبانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا يعني هتلاقيها من الدول دي إنجلترا طبعا لو توفر لنا حكم من إنجلترا هيكون موجود أيضا